طيب قاحد ايضا من حراس المحترمين جدا في الدوري المصري الممتاز شال مسؤولية كبيرة جدا الموسم الماضي مع محمود جابد مسؤولية حراسة مرمى نادي امبي الموسم ده يعني شال المسؤولية كلها على عاطقه وبيعدي بشكل محترم الكابتن الكبير كابتن عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى فريق امبي يا كابتن عبدالعزيز مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا حبيبك يا كابتن كريم انا لسعيد لتصب حضرتك والله اخبارك كله بخير كله مرحلو الحمد لله بخير والله طب مني بقى على مستواك انت الشخصي راضي عن مستواك حتى هذه اللحظة فيه البطورة وبعد كده اتحدث معك تفصيلا عن امبي الحمد لله والله الحمد لله يعني ماشي بخطوات سابتك كده وان شاء الله يعني بس فيه احسن من كده كمان بإذن الله الحديث دائما دائما وانت حارس كبير ولاك خبرات كبيرة عن رحيل محمود جاد عن نادي امبي والمسؤولية الكبيرة عليك دلوقتي هل ده بسبب لك ضغوط ولا انت شايف انه بصفتك واحد من كباية النادي امبي قادر تشيل المسؤولية دا ببساطة ان شاء الله طبعا هي يعني نادي امبي نادي كبير وطبعا انت تكون حارس امبي الاول وكمان كبت الفرة فده بيتخال المسؤولية كبيرة عليك يعني ان شاء الله يبقى موسم خير علينا كده بإذن الله ويبقى حسن من المواسم اللي فاتت ان شاء الله يمكن النتائج كانت مهتزة بعض الشيء ولكن مباراة الزمالك خلت الامور في امبي تعيس انها بقت هادئة والناس بدأت تبص الامبي كفرقة جديدة محترم بعد مع ناصر اساسية كثيرة رحلت عن الفريق مباراة الزمالك فرقت معاك كتير يا كابتن عبدالعزيز طبعا يا كابت طبعا يعني احنا كمان الناس كلها كلمت علينا بصورة كويس خاصة في الشرط التاني عملنا شرط كبير وده من الزمالك فكمان التوقف ده ساعدنا ان الناس الجديدة تقدر تنساجم مع الفريق فيعني ان شاء الله نستفاد منه استفادة كبيرة واللي جايب خير ان شاء الله لنا بإذن الله كابتن احمد كشري مدير فني جديد لامبي تعامل مع كابتن احمد كشري رأيك في الاداء اللي بيعمله كابتن احمد كشري وعلقته بيكو كلعبين عارف كابتن احمد كشري من المدربين المحترمين المهزبين طبعا كابتن كشري مدرب كبير ويعني بيحاول ينقلنا خبراته واللي هي بها يعني ان شاء الله تستوعب الكلام بتاع كابتن احمد وان شاء الله ده هيبن في المسيط في الفترة اللي جاي بإذن الله منتخب مصر اكيد بتفكر فيه ان شاء الله بإذن الله شغال على ده طبعا وعدك بصراحة انا شايف انه في تطور طول الوقت حبيب يا كابتن كريم ربنا خليك ده شرف ليه يا الله كابتن عبدالعزيز البلعوطي حارس مارما انبيا انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الفترة اللي جاي حارس كويس وحارس محترم عرفها كم من ناشئين النادي الاهلي وانتقل كده مع عدد كبير من اللعبين الى انبي فترة من الفترات اللي معاك اهربوا على ما اعتذكروا ولعبين اخرين من شباب النادي الاهلي لعيب مميز وعنده صفات قائد حقيقي يعني عشان كده هو كابتن انبي في الوقت الحالي طيب